لا تفرط في السفر الطويل مع ترك أسرتك إن الغياب الطويل عن البيت سفر، انشغال، استراحات، ذهاب لك حرية في أن تستمتع مع أصحابك تسافر وحدك مع أصحابك لك ذلك لكن الغياب الطويل والإفراط شهر و شهرين و ثلاثة واعتقاد أن السعادة تكون بالبعد عن البيت و أهل البيت و أخذت حريتي كما يقول بعض الأزواج بعد تقاعدي حنانيك هد الوضع يا أخي أنت بنيت مجد بنيت أسرة أتترك الأسرة بعد أن رعت أو أنها قام سوقها و ساقها و بدأ شباب و يصيرون شباب و مراهقين لما احتاجوك تغيب عنهم لا تفرط لا تتجاوز الحد لكن أن يكون لك حرية في أن تستمتع هذا حقك لكن بشرط التوازن كذلك المرأة التي دائما تخرج دائما في الأسواق و جلسات و ذهاب و بعضهن يسافر مع زميلاتها أو مع صويحباتها أو مع بنات عمها و تترك الأسرة و تترك زوج و أبناء لا تفرطوا في الشيء استمتعوا على قدر الاستمتاع و العودة إلى قمقم السعادة و إلى حضن السعادة و هو البيت و إلى أبنائنا الذين يحتاجوننا في جميع مراحل حياتهم حتى بعد زواجهم هم بحاجة إلى الأبي و الأم الله يصلح ما عطاكم و يملأ قلوبكم سعادة ترجمة نانسي قنقر